ميغا جول 3 ميغا جول 1. قرأت معلومات عن نقد أحد الكتب وكتابة ملاحظات على ذلك مناقشة وإجابة بعض الأسئلة مناقشة كيف تكتب نقد عن كتاب كتابة نقد عن أحد الكتب مناقشة كيف تكتب نقد عن كتاب حسنا هناك أهلا انا هذا المناقشة لكتابة بلايج نمبر سكسي تواند سكسي ثري تين رايتنج الكتابة ا. كنسيدر the questions below and discussed with partner ضع في اعتبارك الأسئلة التالية وناقشها مع زميلك 1. what genre of TV films do you like to watch do you prefer action films since fiction fantasy comedy or drama ما نوع الأفلام التلفزيونية التي تحب مشاهدتها هل تفضل أفلام الاكشن او الخيال العلمي والخيال الكوميدي ام الدراما كدري ستودنت هذا السؤال تجيب عليه بنفسك عزيزي الطالب وسنرى وسنرى الآن مثالا على ذلك action films أفلام الاكشن 2. do you ever need to summarize the plot of tv film for a friend why هل تحب تنخيص حبكة فيلم تلفزيوني لصديقك؟ لماذا؟ 3. also these questions answer it by yourself 4. now we'll see example 5. yes to motivate him to watch this film نعم لإثارته لمشاهدة هذا الفيلم 3. what information do you include in your summary 4. what information do you leave out why ما هي المعلومات التي تدرجها في هذا الملخص وما هي المعلومات التي تدركها ولماذا 5. I will explain to him the main idea and leave the details of this film سأشرح لزميلي الفكرة الأساسية لهذا الفيلم وأدع باقي التفاصيل لمشاهدة هذا الفيلم 4. read the review of a tv film below and find out the following اقرأ النقد التالي عن أحد الأفلام التلفزيونية واكتشف ما يلي 5. what is the name of this tv film؟ ما اسم هذا الفيلم؟ 6. Moby Dick 6. what general does it belong to؟ ما النوع الذي ينتمي إليه هذا الفيلم؟ 7. adventure 7. which actors star in the tv film؟ من هم الممثلون الذين قاموا ببطولة هذا الفيلم؟ 8. what information can you find about the characters, the setting and the plot؟ ما هي المعلومة التي يمكنك العثور عليها حول الشخصيات والإعداد وتفاصيل هذا الفيلم؟ الشخصيات القبطان إهاب بطاقم الصفينة الحوت الحبكة وقت حدوث هذا الفيلم هو وقت حدوث هذه القصة القرن التاسع عشر في إنجلترا على سفينة صيد الحيتان في رحلة بحرية ملخص الأحداث يقوم الكابتن إهاب برحلة بحرية للعثور على حوت أظيم كيف يقارن هذا الفيلم التلفزيوني بأفلام تلفزيونية أخرى مماثلة في النوع؟ كيف تقارن مع هذا الكتاب؟ The 1956 Virgin is better than other versions It compares favorably with the book نسخة عام 1956 أفضل من الإصدارات الأخرى يقارن بشكل إيجابي مع الكتاب Does the writer of the review recommend this TV film? Why? Why not? هل يوصي الكاتب بكتابة المراجعة بهذا الفيلم التلفزيوني؟ أو كتابة المراجعة بهذا الفيلم التلفزيوني؟ لماذا؟ ولماذا لا؟ The writer recommends the TV film to people who enjoy adventure Stories set as sea يوصي الكاتب بالفيلم التلفزيوني لمن يستمتع بقصص المغامرة في البحر 5. Which tense verb forms Are used some more? Could they be different؟ ما هي الأزمنة وأشكال الأفعال المستخدمة بشكل أكثر؟ هل يمكن أن يكونوا مختلفين؟ 5. Presentances not really because they are used to describe present the story الزمن المضارع لا يستخدم لأنهما تدون على وصف أعراض القصة 6. Are there any passive forms? Why? Why not? هل استخدم هنا المبنى المجهول؟ لماذا استخدم ولماذا لم يستخدم؟ 6. Passive forms are used to describe who directed and starred in the TV film استخدم المبنى المجهول لوصف من قام بهذا الفعل 7. Are there any paragraphs? Why? Why not? هل يوجد هناك أي مقاطع؟ لماذا ولماذا لا؟ 7. Yes, there are paragraphs 8. Each paragraph has a practical focus 9. Paragraph 1 describes who directed and starred in the TV film 10. Paragraph 2 describes the characters sitting and plot 11. Paragraph 3 states the writer's opinion on the TV film 12. Paragraph 4 states whether the writer recommends the TV film or not 12. Paragraph 3 states the writer's opinion on the TV film سوف نستمع للمقضاع الصوتي عن هذا الكتاب سوف نسونا السيد من قطعة اليهادة سيارة اهستند السيدة نهائب يقولين بسيارة اهستند حيث نحنه يقوم بأي عزقس تبعه بذنجة، أنه تنجسير بذنجاناً الجزء منك يزالي. مجردًا في المترجم للقناة في القناة قبل أنقبل يحبانة أيهاب عزيزة الوائفة أفتحاهم أنقبل أكبر أكبر جيدًاً لقناة حطورة أنقبل أجل محاولاً للحصول إلى مختلفة محاولة سيئة أفتحاهم لأفتحاهم الصعبات أجلًا؟ المترجم للقناة المترجم للقناة فكر في كتاب قرأته مؤخراً قم بتدوين بعض الملاحظات في الرسمة البيانية أدناه عزيزي الطالب المطلوب منك الآن اختيار أي كتاب أو أي رواية أو قصة قمت بقراءتها مؤخراً ثم بعد ذلك تقوم بإجابة هذه الأسئلة عن هذا الكتاب الذي قرأته الآن سنناقش الأسئلة هذه ثم بعد ذلك سنرى مثالاً يوضح الإجابة على هذه الأسئلة ثم استخدم هذه الأسئلة لتحديد الأحداث الرئيسية الثلاثة في المؤامرة ولكن لا تتنازل عن النهاية 3. write your book review أكتب مراجعتك بهذا الكتاب في الجدول حسناً سنرى الآن مثالاً The title of book عنوان الكتاب A child called طفل استغيث أو الطفل يونادي Author الكاتب Dove Blizzard Fiction, non-fiction, genre نوع هذا الكتاب أو نوع هذه القصة خيال أو غير خيال قصة واقعية وغير خيالية Non-fiction Information about the characters, sitting, plot, etc بعض المعلومات عن الشخصيات والأحداث والحبكة إلى آخرين قصة حقيقية A true story about a child's devastating childhood which he experienced physical and verbal abuse from his mother قصة حقيقية عن طفولة الطفل المدمرة التي تعرض فيها للإيذاء الجسدي واللفظي من والدته Comparison and contrast this book versus other books قارن هذا الكتاب بكتب أخرى For me, this book is more interesting than another هذا الكتاب بالنسبة لي أكثر إثارة من أي كتاب آخر Would you recommend it? Who should read the book? Who would like it and why? هل تنصح بقراءة هذا الكتاب؟ ولماذا يجب عليك قراءته؟ من هم الأشخاص المعنيون بقراءة هذه الكتب؟ ولماذا؟ نعم، أود أن أقرأ هذا الكتاب وأن أوصي به الآباء بقراءته حتى يتمكنوا من إدراكهم Yes, I would recommend it for parents Yes, I would recommend it for parents to read so that it can wear them نعم، أود أن أوصي الآباء بقراءته حتى يتمكنوا من إدراكهم Okay, the student هذا مثال على كتاب أنوانه طفل يونادي أو طفل يستغيف تم كتابة بعض المعلومات عن هذا الكتاب حسب ما هو مطلوب في هذه الأسئلة والمطلوب بينك عزيزي الطالب البحث عن أي كتاب وكتابة مثل هذا المثال عن هذا الكتاب Information، معلومات First event, Second event, Third event الحدث الأول والحدث الثاني والحدث الثالث A young boy is physically, verbally, and emotionally abused by his mother He is broken and treated in any possible way الحدث الأول طفل صغير تم تدميره نفسياً وعاطفياً وعقلياً بوسطة والدته الشريرة لقد حطم هذا الطفل من جميع النواحي النفسية والعاطفية الحدث الثاني, Second event David uses his faith A positive attitude and determination to survive his mother abuse قام هذا الصبي الذي يدعى ديفيد باستخدام إيمانه وعقله والنظر إلى الجوانب الإيجابية لكي يتخطى هذا الماضي الأليم الذي وقع عليه من والدته الحدث الثالث, Third event As time passes, David's punishments became more cruel and dangerous ومع مرور الوقت أصبح العقاب بالنسبة لديفيد أكثر خطورة عليه المقطع التالي عزيزي الطالب يعتبر كتابة عن النص المسموع الذي سمعناه ودرسناه قبل قليل ويعتبر كمثال Writing Corner زاوية الكتابة When you write a book review وتكتب نقدر عن كتاب Think about who will read it audience and why they will read it purpose فكر في من سيقرأها الجمهور ولماذا سيقرؤونه النص Begin with the title, genre and author ابدأ بالعنوان والنوع والمؤلف Summarize the main characters and the plot Give three or four key events لخص الشخصيات الرئيسية والحبكة أعطي ثلاثة أو أربعة أحداث رئيسية Never give away the ending of the story لا تتنازل أبدا عن نهاية القصة Say what was enjoyable or not enjoyable about the book Use adjectives interesting, frightening, brilliant, amazing, boring and so on كل ما هو ممتع وغير ممتع عن الكتاب استخدم الصفات المثيرة للاهتمام سواء كانت مخيفة ورائعة ومدهشة ومملة وما إلى ذلك Finish by saying who say would recommend the book To and say why أختم القول لمن تنصح بالكتاب واذكر السبب This is the way how to write book review هذه الطريقة لكتابة نقد عن أي كتاب تريد أن تنتقده هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى رياحة الصوته متسليم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع للاستفيد الجميع